السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا جماعة عاملين يا رب يكونوا بخير احلى اخوات احلى ناس على كوكب يوتيوب لو انت موارد كده مرور الكرام علينا اهلا وسهلا بيك لف لفة كده وشوف الفيديوهات عجبناك اشترك اهلا وسهلا بيك مع اخواتك مع حبيبك وانزل اعمل لايك لو انت بدأ بتتفرج علينا قبل لما تنسي كده والكلام ياخدك كده هننزل كده بقى ايه ونعمل لايك الجميل من ايديك الجميلة وربنا يسعد ايام الكرب عشان الكل يستفاد والمعلومة والحاجة دية توصل لناس كتير قوي طيب مبدئيا كده احنا قبل ما هنخش في الكلام النهاردة او موضوع النهاردة كان اعتقد في زميلة عندنا او اخت عزيزة يعني اعتقد سوانين بس اشوف اسمها هي كانت بتسأل على الديدان سواني او حوار الزيت استاذ حوار الزيت استاذ حوار الزيت هي كانت بتسأل على عند الدكتورة رشا كانت بتسأل على الديدان طيب وصفة كده بسيطة كده وسهلة ولذيزة هنجيب الشيح هنغليه تمام؟ وهنشرب منه مرتين في اليوم مرة اساسي قبل النوم ومرة خلال النهار ولازم نشرب الشيح ده بعد الاكل عشان الشيح بيحرق بيحرق السكر او يعني بيحرق مستوى السكر في الدم فبالتالي ممكن اللي يشربه مسلا يدوخ يعمل فاحنا مش عايزين الكلام ده لا احنا عايزين نشربه على معده مليانة شوية تمام كده فحنشربه مرتين في اليوم لمدة خمس ايام مفيش دم بعد كده اطلاق دي اهداء مني للاستاذ حوار الزيت واتمنى اللي هي تنشر الكلام ده على صفحيته على فيسبوك عشان الناس تستفاد لعله وعسى فيه برضو حد يقدر يستفاد فهو يستفاد وانت تاخدي السواب والاجر يعني طيب موضوعنا بقى النهاردة بقى جميل لذيذ خالص 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 ازاي تقدري تخلي غسيلك الابيض ناصع ناصع البيض ازاي تخلي غسيلك الابيض مزهزه ازاي تخلي غسيلك الابيض يعني بيلمع او بينور في الضلمة ازاي هو ده بقى الوصفة بتاعتنا سيبك بقى من المبيضات والكلام دي اللي بتهر الهدوم لا الوصفة بتاعتنا اللي احنا هنعملها النهاردة هتحفص لي على انسجة الهدوم هتخلي الهدوم بتاعتك فل اشتا شمعة من وارا من الاخ انا كنت بستخدمها في الغربة طبعا انا عدت لناك في الغربة فترة من الزمان يعني فكان ما لابسنا كلها الامصان بتاعتنا بيضة اغلب الامصان يعني فطبعا بقى عندك مسلا انت اربع امصان فطبعا بيبقى مسلا مسفرين متوسخين بتاعتنا تيجي تلعرق والكلام ده طبعا الواحد قاعد في دور الخليج فالعرق كتير يعني رغب اللي انت قاعدا في التكييف يعني ما علينا من القصة دي تسيبك بس من القصة دي فكنا بنستخدم الكلام ده وبنرفع سماعة التليفون ايوها حجة ايوها انا اعمل ايه فقالت لك بقى تستخدم الوصفة دي منها انها انت تتوفر ومنها ان انت تحافظ على انسجة الهدوم بتاعتك ومنها ان انت تخلي الحاجة بتاعتك يعني شمعة فلة واردة بنورها بامانة المهم هنجيب معانا المسحوق بتاعنا السوائس كان تقلي بالك الوصفة دي تنفع للغسلات الاوتوماتيك تنفع للغسلات العادية تنفع لأي حاجة لو انت بتستخدم القري Young Automatic ما فيش مشكلة لو انت بتستخدم القريل عادي ما فيش مشكلة لو انت بتستخدم المسحوق اللي احنا عملناه برضو مافيش مشكلة ده المسحوق بتاعنا وهنجيب كبأة زهر بيضة اهو كبأة زهر بيضة تمام كده اهو تمام اهو كبأة وعنقضي تقليب كل كلام ده ببعض اهو تقليبية. تمام كده? ده هيخلي الغسيل بتاعك يعني مش اقولك مش هيتحكى بي ده انت هتضربي بالمسل. هتقعد تحكي كده بجمال الابيض بتاعك. بدلا ما كنت ما بتبعيدي عن الابيض اللي بدلا ما كنت مثلا بتكروهي اللي انت تشتري حاجات بيضة. لا ده انت هتشتري بقى الابيض بقى. خلاص انت عرفت السر بقى دلوقتي. الوصفة دي وصفة والدتي. تمام? حاجة جميلة. ممتازة انا كنت بستخدمها. والصراحة ما لاش حل. كده الوصفة بتاعتنا سهلة هي. ما كملناش دقيقة. حاجة ممكونات من بيتك. طيب. لو انا عندي بقى. لو انا عندي الابيض مسفر. هعمل ايه? مع مع الحاجة دي. الكلور اللي احنا عملناه. الكلور اللي احنا عملناه. بتاع المية. وبتاع الزهرة البيضة. وبتاع ماء الاكسوجين. فاكرينه. اللي ما شافوش يتفرج عليه. هاضيف عليه مكون بسيط بس. نص كوباية لمون. عصير لمون. اجيب اللمون كده واعصره. اضيف عليه نص كوباية لمون. واتفرجي. اتفرجي على على الحلاوة اللي طلع من الغسالة عندك. هتمسك كده الامصام كده. هتمسك لأي حاجة بيضة عندك مالهاش حل مزهزهة. منورة لوحدة. ادي حاجة. الحاجة التانية مفيش حد يحط في الغسالة قشر لمون. مفيش حد يحقق مثلا يقولك لأ ده انا هاخدي قشر اللمون واحطه. لأ ما ينفعش. لان قشر اللمون والكلام ده بتاعنا. لو انا عندي ابيض شديد الاتساخ. هعمل الوصفة بتاعتنا ديت المسحوق بتاعنا ده الجميل. وهجيب الكلور بتاعنا اللي احنا عملناه. الامن تماما. الامن تماما. امن على اليد. امن على المنبس الالوان. امن على كل حاجة. واحط معاه نص كباية لمون. تمام كده? اتفقنا. ويا ريت. عايز لايك للفيديو. يا ريت تشيروا الكلام ده. الكلام ده مهم جدا. احنا انا بعمل منظفات امنة تماما. خالية من اي حاجة ضرة بالنسبة لك. مية الاكسوجين ديت اللي احنا بنتكلم عليها دي. دي بتاعت الجروح. مش بتاعت الشعر يا جدعان بس عشان بس فيه كزا كومنتي جالي كده. ما الاكسوجين ده بتاع الشعر بتاع السابغات? لا. ده من الصيدلية في ازازة كده بستة سبعة جنيه. تركيز عشرين في المية. ده بتاع الجروح. تمام كده? ده هو اساس الكلوربي الامن بتاعنا. اللي بيستخدموه برة في اوروبا وامريكا في الوقت اللي احنا فيه ده. تمام كده? وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.